السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا شك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أقرب القربات وأحبوها إلى الله عز وجل ولكن علينا باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الابتداء اتبعوا ولا تبتدعوا أسابكم الله فلم يرد تحديد وقت محدد للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكسروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها ولم يحدد وقتا محدد وقد أتم الله عز وجل الدين برسوله صلى الله عليه وسلم ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيه خير لهذه الأمة إلا ودلنا عليه والصحابة رضوان الله عليهم كانوا أشد حبا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوا ذلك فهل بذلك نكون قد فعلنا شيئا أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدد صلى الله عليه وسلم وقت محدد للصلاة أو عدد معين أو بعد صلاة الجمعة فنقول هداكم الله عز وجل هداكم الله عز وجل يا من تبتدعون في دين الله عز وجل لتجعلوا هذه الأمور بعد ذلك سابتة وكأنها أمر مفروض أو أمر فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد اتبعوا ولا تبتدعوا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو راده اللهم رد إليهم عملهم هذا اللهم رد عليهم عملهم هذا فالخير كل الخير في اتباع السلف